لازم نرجع ليحنى تسعى في الجزئية دي بالذات لأن جابوا المولود أعمى للمسيح وقالوا له من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى طب ده مولود أعمى ده مولود أعمى أنا من وكهة نظري أولا كنت قاعد أدرس كتاب لكامبل مورجن لفت نظري لحاجة مهمة جدا جدا تقسيم الكتاب المقدس عشان المشاهدين بعارف لآيات وأصحات النهاء اللي بين إيدينا تم سنة 1555 تقسيم الكتاب المقدس لأصحات وأيات ده مش موحة به ده اجتهاد بشري عشان يسهلوا القراءة واستخدام النصوص المقدسة فقال يحنى تسعة التقسيم والنقط والفصلات محتاجة ده كامبل مورجن إعادة في وضعها للآتي أنا بقول ده للآتي قال المفروض هم بيسر المسيح من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى لأنهم تفكيرهم يهودي وربطين بين الخطيئة والألم في مصيبة في حد يعني حدرتك وده اللي قالوه أصدقاء أيوب لأيوب نعم قالوا أذكر من هلك وهو بريء أليس شرك كثيرا أثامك بلا حدود يا فقال لهم أنتم معزون متعبون مش كده ولا يه أنا اللي باستغرب له أسنظر أن يروحوا أسوز دلوقتي يعزوا يا رب إحنا معزون متعبون فأنا بقول بني وبنفسي طب يا عم ما الجاي ليه لما أنت معز متعب لا ده إحنا معزون مباركون إحنا معزون مستخدمون هم قال لهم متعبون لأن بيقولوا أنت فيك بلوة فيه مصيبة في أنت عملت مصيبة والرب بيعاجبك فقال لهم أنت معزون متعبون المهم ده كان التفكير اليهودي فقالوا له من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى كامبل بيقول كان رد المسيح لهذا أخطأ ولا أبواه فلسطوب عايز يقول ليه إن في أسباب كتيرة دي تحتاج محاضرة كبيرة يمكن نتيجة عامل وراثي يمكن تلوث ما ياما ياما بتحصل حاجات أسباب كتيرة قال لهم كده بعد كده لكن لكي تظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني دي تتقري جملة واحدة تتقري جملة واحدة فقال الناس بتقراها لهذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه دي كراء سيئة ليه قال وكأن عماه عشان يتمجد فيقول ده إيمان بإله سادي فإيه زنبه يعميها عشرين سنة الله أعلم كان سنه كام عشرين خمسة وعشرين فمعقولة يعميه عشان يجي في الآخر الناس يقفونه أفدا الله شفاء الله صح الله بركة مش من عند الله العمى والفساد والكلام ده كله قال يقول كده لهذا أخطأ ولا أبواه فلسطوب القراءة التانية لكن لكي تظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار ورح شفاء لكي يصغر من هو الله واللي كنا بنتكلم فيه حلقة مضت أني تفتيح العيون دي العلامة الوحيدة أن ده المسيح اشتركوا في القناة